اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوية الحدث نخصصها اليوم لنحدث عن مستقبل الأوضاع الإنسانية في البلاد قالت منسيقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزي جراندي أن الأمم المتحدة ستخفض أو تغلق 31 برنامجا للمساعدات الإنسانية وأوضحت المسؤولة الأممية في بيان لها أن عشرة برامج تابعة للأمم المتحدة سوف تستمر في العمل وفق ما هو مخطط لها بينما سيجري غلق أو تخفيض 31 برنامجا خلال شهر إبريل ما لم تتلقى تمويل بشكل عاجل وأشرت جراندي إلى أن ما يقرب من 14 مليون شخص في اليمن يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية وأن عشرة ملايين آخرين أصبحوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة نتوقف في هذه الحلقة عند هذا الخبر لنناقشه في محورين أثار وأسباب تخفيض الأمم المتحدة لبرامجها الإنسانية في اليمن من يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد؟ قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير التالي بعد أن دفعت الحرب ملايين المواطنين إلى حفة الفقر والنزوح والمرض بات الوضع الإنساني في البلاد يأخذ شكلا كارثيا من يوم لآخر تتضاءل فيه فرص الملايين منهم في الحصول على وجبتهم التالية وضع آخذ في التدهور أكثر في ظل نوايا أممية تسعى لإغلاق أو تخفيض تمويل 31 برنامجا من أصل 41 برنامجا إنسانيا خلال شهر إبريل بسبب ضعف التمويل وفق ما أكدته مديرة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا جراندي وفيما تؤكد التقارير الأممية أن البلاد لا تزال تشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم قالت جراندي إن قرابة 80% من السكان يحتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية مضيفة أن عشرة ملايين شخص باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة وسبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية التحذير الأممي بالإغلاق أو خفض التمويل يأتي في وقت تهدد فيه الأوبئة كالكوليرا وكورونا حياة آلاف المواطنين في بلد يعاني من انهيار صحي شبه كامل وفق ما أكدته تقارير أممية سابقة الأمر الذي ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية على نحو غير مسبوق وأمام انهيار الأوضاع الإنسانية والصحية يقف التحالف ومن خلفه الحكومة الشرعية وأيضا ميليشيا الحوثي موقف المتفرج حيال أزمات تنذر بزيادة عداد الموت في البلاد أهلا بكم من جديد مشاهدنا الكرام وينضم إلينا منسق عام الإغاثة في اليمن لسادة جمال بالفقي وأيضا معنا منك ولانبور الباحث في الشان الاقتصادي عبدالواحد العوبلي مرحبا بكم ضيوفي الكرام وأبدأ معك سيد جمال بالفقي بينما يذهب العالم لمضاعفة المساعدات لمواجهة خطر كورونا تذهب الأمم المتحدة لإغلاق 31 برنامج وبنفس الوقت تقول أن أكثر من 14 مليون إنسان يعتمدون على هذه البرامج ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم ونحيي مشاهدين الكرام طبعا في الباقة أن السيدة ليزا جراندي تصريحها بتخفيض المساعدات أولا هو ليس جديد طبعا قبل أن نتحدث عن تخفيض هذه المساعدات من معلوم أن المساعدات الإنسانية وتدعمها الحكومة اليمنية لجميع المانحين من 2015 إلى اليوم حوالي 8 مليار و 500 مليون طبعا هذه المبالغ الكبيرة التي سلمت للأمم المتحدة والمفترض أنها تكون تساعد في تخفيف العمل الإنساني وتخفيف الآلام المواطنين وتخفيض كذلك من تخفيض عملية المحتاجين للغذاء كان من مفترض أن ما تنصل خلال ست سنوات هذه أن هذه التقارير التي ترفع سنويا مع بداية انطلاق حطة الاستجابة أن تكون فيه تخفيض في عملية المحتاجين وقضية المجاعة لكن للأسف الشديد نشاهد أننا كل السنة تتضاعف هذه الأرقام وتتضاعف كذلك معاناة الشعب اليمني وكذلك عندما نعرف في مسار العمل الإنساني للغاثي لم يكن فيه تغيير في عمل مسار الغاثي الشكاوية هذه قد حصلت في نوفمبر من عام الماضي وبالنسبة للآلية بتخفيض عدة برامج غاثية من ضمن حتى عملية صريق البيئة وكذلك لسوق التغذية لكن فما التحالف العربي الملكة العربية السعرية قدمت 500 مليون دولار في نوفمبر عدم وجود الشفافية من أمام التحدى والمبالغ الكبيرة التي تصرف لموظفيها هذا يضعف كثير في عملية إيصال المساعدات بشكل كبير لا يتوصل بشكل أفضل للمواطنين كذلك عندما نحن نتحدث على حط المساعدات طبعا هي ليزا جراندي أعلنت في فبراير من خلال 2020 واجتماع بروكسل هي أكدت بأن في عراقل كثيرة من الحوثيين لعمل إيصال السعادات ومن خلالها ستنخفض المساعدات من المانحين طبعا هي طبعا إشارة واضحة أن في خلال ستمبر والبريد نفسها سيتم تخفيض هذه المساعدات تقارير للنفعات من الأمم المتحدة من عرقلات الحوثيين يصل 80% من المساعدات إلى المناطق التي تحت سيطرتها والتقارير التي هم أرفعوها أن حوالي 6 مليون ونصف شخص لا تصدلهم هذه المساعدات نعم سيد جمال كما تفضلت من كل ما ذكرته من هذه العواقل العراقيل وخاصة توسع دائرة الفساد محليا وأيضا دوليا هذا ما جعل الكثير من الأصوات ترتفع وتطالب بتغيير مسار الإغاثة إلى التنمية لماذا لا يتم تحويل هذه الجهود إلى تنمية المجتمعات المحلية طبعا هي حقيقة طبعا هي تغيير المسار العمل الإنساني أصبح الضرورة طبعا عندما أعلنت الأمم المتحدة في فبراير من هذا العام كثيرة توصل لم تتج أي معالجات حقيقية وإقراءات بحيث أنه ممكن لتغيير مسار العمل الإنساني للغاثي وكذلك العملية ليصال بساعدات بأكثر عدد من المواطنين في المناطق سواء كانت تحت السفر الحوثي نحن عندما يتحدث حتى في المناطق المحررة التي يوجد فيها حوالي فوق ثلاثة مليون نازا لم يستلموا العمل الإنساني اللغاثي بشكل صحيح لا زالت حالاتهم المعيشية صعبة لا زالت الخيام التي يعون إليها غير مأحلة والهادي كذلك المبالغ تدفع المبالغ كبيرة بالرغم بخطة استجابة في 2019 واحد من البنود الأساسية وهي حماية النازح وكذلك كرامة النازح وهذا الشي يجب أن تكون فيه وقفة وفيه رقابة ومتابعة وتغييم ويكون فيه مشراكة حقيقية مع التحالف العربي والمانح الأفلي والأساسي للمنظمة الدولية والحكومة اليمنية متمثلة باللقنة واللغاثة لكن دائما هم بيعملون خارج نطاق خارج السرب الحكومة اليمنية فهم بيعملوا بحبس الشركات خاصين وهم بيقدموا شقواهم لكن لن تقدم معالجات حقيقية من أجل نحن بالنسبة في الحكومة اليمنية وفي خامة الرئيس ودولة الإسل الوزراء في أي خطة استجابة بيدعموا بشكل كبير خطة الاستجابة وكذلك لإيجادة الأموال للممتحدة للتخفيف على الشعب اليمني لكن هذه المسؤولية هم يتحملوها بشكل كبير أنه يجب أن يكون فعلا في تنسيق ولا يجب أن يكون في شفافية ولازم إيصال المساعدات لأنهم لأماني ويجب إيصالها للمواطنين نعم سنعود سيد جمالي الحديث أكثر عن هذه المعالجات العاجلة وخطة الاستجابة وموقع الشرعية وأيضا المسؤولية التي تقع حاليا على عاتق التحالف وخاصة السعودية التي تقود هذه الحرب منذ خمس سنوات والمسؤول الأول عن ما وصل إليه الحال في اليمن للتذكير مشاهدين كان من المفترض أن يكون معنا في هذه الحلقة مسؤول دائرة الإعلام والإتصال في مكتب تنسيق الأمم التحدى للشؤون الإنسانية السيد زيد العليا وكان قد أبدأ استعداده للظهور معنا كنا سنتحدث معه عن المبالغ المالية التي تسلمتها الأمم المتحدة في عام 2018 أكثر من خمسة مليال دولار وفي عام 2019 أكثر من أربعة مليار دولار أين ذهبت كل هذه المبالغ التي تأتي في بداية عام 2020 لتقول أن ليس هناك تمويل أعتذر على الإطالة وأتأخر عليك سيد عبد الواحدة العوبلي وهو باحث في الشأن الاقتصادي معنا منك أهلا بك من جديد وحدثنا عن الأثار الآن الاقتصادية على المواطنين بعد إعلان الأمم المتحدة نيتها على إغلاق 31 برنامج في ظل هذه الأوضاع التي يمر بها يمر بها اليمنيين واليمن في البداية أنا توقعت أن زيد العلايا يرفض يطلع يتكلم في هو لم يرفض هو قبل هو أبدأ استعداده ولكن نعم هو لم يرفض هو وافق وأبدأ استعداده على الطلوع وكان من المفترض أن يكون معنا وقبل الدقائق لم نتمكن من الوصول إلى ربما أغلق طرفونه إذن هو أتهرب أو أعتذر أو ربما وصلت إلى توجيهات بعدم الضغور ليس لديهم ما يقولوه أو ما يدافعوه عن أنفسهم جيزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن تتبع أسلوب ابتزاز رخيص للشعب اليمني والمجتمع الدولي رغم أنها تعرف أنها وطواقمها من اللصوص بالإضافة إلى بيليش الحوتي هم الخاسر الأكبر من توقف هذه المساعدات ومن إيقاف هذه البرامج أما الشعب اليمني فصدقيني لن يتغير من وضعها البائس الكثير ما سيتغيره هي عذاره بالتسول بسبب الشعب اليمني إحنا معنا وسق لموقع التابع للأوتشا نفسها تابع للأمم المتحدة نفسها فبمجرد إلقاء نظرة على هذه التقارير الموجودة في موقع الأوتشا نجد أن منظمات الأمم المتحدة استلموا تمويلات في خطة الاستجابة والبرامج الأخرى في ألفين ومن ساعة أربعة مليار دولار المفترض لإطار الزمني لهذه المشاريع لم ينتهي بعد فما هذه الترعى في الاتقال والتحول لإلغاء هذه المشاريع بالإضافة إلى أنه في ألفين ومنتعشر منظمات الأمم المتحدة استلمت مبلغ وقدره خمسة بوينت اثنين مليار دولار يعني إحنا بنتكلم على أكثر من تسعة مليار دولار في أقل من سنتين هذه المبالغ تفوق حتى إرادات الحكومة اليمينية في أربع سنوات يعني على أي أساس يقولوا أن المبالغ انتهت وأنهم صرفوها ولا يوجد تمويل أين ذهبت كل هذه المليارات برنامج الغذاء العالمي لوحد استلم 1.7 مليار دولار في العام 2019 و1.3 مليار دولار في 2018 بإجمال يزيد عن 3 مليار دولار في سنتين رغم أنه فاتورة طعام الشعب اليمني بكله من أول واحد إلى آخر لا تزيد عن 1.1 مليار دولار بحسب أقام مزارك التجارة اليمني يعني معكم فروض أنه برنامج الغذاء اليمني يكون تكفل بالغذاء لأفراد الشعب اليمني بشكل كامل أين ذهبت كل هذه إلى موال عشان يوصلوا لنا بعد شهرين بداية السنة يقولوا ما فيش ما فيش فلوس يوقفوا الأنشطة فببساطة أكبر المانحين لليمن هم السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا والكويت وألمانيا والاتحاد الأوروبي كل هؤلاء المانحين لديهم منظماتهم الخاصة بهم والتي تستطيع أن تنفذ مشاريعهم وتوصل مساعداتهم لليمن ومنظماتهم موجودة ولها تمثيل داخل اليمن ولا يحتاجوا للمرور عبر مؤسسات الأمم التحدة التي تلتهم الجزء الجزء الأكبر من مبالغ المساعدات بإمكان على سبيل المثال للسعودية توجيه مساعداتها عبر مركز الملك سلمان والبرنامج السعودي لعادة الإعمار بإشراق وتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وبإمكان الإمارات توجيه مساعداتها التي طبعا نحن نتكلم عن الإمارات السعوديات نتكلم على سبعين أو ثمانية في المئة من إجمال المساعدات التي تتصل إلى اليمن فبإمكان أن يتم توصيل المساعدات وتنفيذ المشاريع عبر مشاريعهم ويتم الاستغناء تماما عن منظمات الأمم المتحدة لأنه لا حاجة لها نهائيا وأنا أشوف أنه من الأفضل توجه نحو هذا الخيار نعم إذن سأعود إليك سيد جمال بالفقي كنت تحدثت عن ضرورة توجه الحكومة الشرعية بمساعدة التحالف لعمل معالجات عاجلة وخطة استجابة ما هي هذه المعالجات التي يجب على الحكومة التوجه إليها وأيضا ما هي المسؤولية الواقعة على عاتق الآن التحالف وخاصة السعودية طبعا الحكومة الشرعية واللقنة على الإغاثة الوحلة الأولى من عملية في الست شهر الأولى قدمت ما هي الانتهاكات وما هي العراقيل التي تتعرق العمل الإنسان والغاثي في المناطق التي تتحص السرطة الحوثي وطم إبلاغ المسؤولة مضمنها من السقة الشهور الإنسانية ليزا جراندي طبعا أكترحت الحكومة اليمنية في خطة استيجاب 2018 أن يتحول العمل الإنساني والغاثي لخمسة مرات حسب الامتداد الجغرافي لكل محافظة مثلا محافظة عدن تشمل عدن وتعز والبيضة وقليم عدن بشكل عام حضر موت مارب المرات لكن للأسف الشديد لا زالت العمل الغاثة توصل لمحافظة تعز عن طريق الحضر حديدة ومنها يلايب وتتم عرقلتها وعدم وصولها كذلك في بعض المناطق التي تحت سيطرتهم يوجد 22 منفذ بري وبحري غير من الحديدة ممكن بتصاعة الممتحدة بشركاء الحكومة اليمنية أن تجيب العمل الإنساني الغاثي عن طريقها لإيصال المساعدات لجميع المستحقين عبر الشركاء التي نقول للغاثة نحن عندما نجد الإغاثة التي توصل بشكل كبير للمناطق التي تحت حضر الحودي لكن توجد المجاعة وتوجد الانتهاكات وتوجد عدم وصل الإغاثات في المناطق المحررة لا توجد بدعم كبير الشكر للتحالف العربي الذي يقوم ببرامج غاثية مستمرة في المناطق المحررة ولهذا هو ساعد بشكل أكبر لعملية التخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المحررة نحن كذلك نتكلم على أن الأمم المتحدة طالما خلال فترة 2019 بدأت تشكو بعملية عدم إيصال الإغاثات يجب تغيير مسار في المناطق التي تريها مناسبة سواء في حضرموت سواء محافظة عدن بشكل أساسي لإيصال المساعدات وعمل البرامج بالتنسيق التحالف العربي يقدم حوالي نصف مبالغ لحطة الاستجابة يجب يكون فيه رقابة ومتابعة أين ترح هذه المبالغ المالية نحن عندما تتكلم ليزا جراندي بتخفيض البرامج يعني يجب تتكلم بتخفيض البرامج على الشعب اليمني والذي دفعت مبالغها بشكل أكبر فيها 2019 والبيت 2018 منزانية إدارية فهذه الأشية التخفيضات هي بتساعد في الأخير هي جاءت من أجل تخفيف المعاناة على الشعب اليمني ليس جاءت من أجل أنه يصرف على المضوات الدولية وعلى موظفيها من أموال الشعب اليمني التي لا توصل إليها إلا الفتاد وفق هذا كله توجد فيها عراقين يجب أن يكون فعلا فيه توجد في عملية تنسيق ويفزر فيها في شفافية في العمل والأجل هذا الألف لخير هو عمل إنساني إيصال المساعدات لجميع المواطنين ومعرف ما هو الخلل فيها واجب أصلاح هذا الخلل ليس عملية التهديد وعملية عدم إيصال المساعدات ويعيد الشعب اليمني بمعاناته أكبر نعم سيد جمال بالفقي منسق عام لغثى في اليمن شكرا جزيلا لك عودة إليك سيد عبدالواحد العبالي على الكسمات الحديث سيد جمال التي تطرق إلى العديد من العوائق والصعوبات والعراقيل التي تعيق العمل الإنساني في اليمن وربما قد تكون هي جزء من أسباب عرقلة العمل الإغاثي في اليمن والدعم الإغاثي للبرامج الخاصة بالإغاثة في اليمن كيف يمكن تجنب كل ذلك بتغيير آلية العمل الإغاثي جمال الفقيه طلب أنه منظمات الأمم المتحدة تغير مسارها وتغير نهجها بطريقة التعامل مع عملية توزيع المساعدات وتنفيذ المشاريع الخاصة بهم داخل اليمن لكن أنا أرى أنه ليس هناك فائدة من تجريب المجرد نحن نجرب منظمات الأمم المتحدة طوال خمس سنوات نهبوا فيها زي ماهو ذكر أكثر من ثمانية مليار ونصف دولار يعني ما يحتاج نحن نزيد نجربهم أنا أرشح وأفضل أنه العمل يعني أن يتم إلغاء العمل تماما مع كل منظمات الأمم المتحدة والتحول عبر منظمات الخاضعة الأكبر مع نحن داخل اليمن والأمم السعودية والإمارات عبر مركز الملك سلمان والهلال الأحمر مع إخضاع كل هذه العمليات لشفافية كاملة ورقابة مجتمعية ورقابة حكومية وأن تخضع كل المشاريع للمساءلة وأن يتم نشر التقارير المالية والفنية المدققة لكل الأعمال وأن يتم التشارك مع مؤسسات الدولة الشرعية لتنفيذ المشاريع وتوجيه جزء كبير من هذه الأموال نحو مشاريع التنمية التي بإمكانها تخلق استدامة وبالتالي مع مرور الوقت يستطيع اليمنيين أن يستغنوا عن استلام مساعدات كما هو حاصل من خمس نوات نحن من خمس نوات بنصرف في السلال الغذائية وهذه السلال الغذائية تنتهي بينما كان بالإمكان استخدام هذه الموارض أن يتم عمل مشاريع زراعية وصناعية وزجارية لخلق صورة عمل وخلق إرادات للمواطنين وتحسين مستوى الاقتصاد بشكل عام استبرار التعامل مع الأمم المتحدة لا يخدم أحد والأفضل أن يتم تغيير المسار بشكل كامل وجدري تحت إشراف الحكومة اليمنية ووفق لما تستدعيه الحاجة وبناء على المستفيدين والمحتاجين على أرض الميدان الآن السؤال الذي يخطر على بالجميع سيد عبدالواحد إذا فعلا تم إغلاق 31 كما تفي بيان برنامج للمساعدة في اليمن كيف ستكون عواقب ذلك أثار هذا التخفيض على الوضع الإنساني في اليمن باختصار أكثر من سيتأثر من إغلاق هذه المشاريع هي ليزا جراندي وفريقها في الأمم المتحدة هم الخاسر الأكبر وبجوارهم المجموعة المستفيدة منهم في ميليشيا العوثي هؤلاء هم الخاسر الأكبر من إغلاق هذه المشاريع أما الشعب اليمني فهو فعليا في وضع وحالة مزرية جدا ولن يزيده الطين ولن يزيده إغلاق هذه المشاريع أي معاناة فهو أصلا في معاناة جاهزة وحاصلة يعني فأنا أقلل أقلل وأصغر من مقدار الأثر الذي ممكن تحدثه إغلاق هذه المشاريع نعم أضف إلى ذلك سيد عبدالواحد الجهات المحلية التي تقوم بنهب هذه المساعدات وبيعها والاستفادة الحقيقية منها إذن سيد عبدالواحد العوبلي شكرا جزيلا لك إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يصاني بالأخير لأن أشكر ضيوفي كان معي جمال بالفقيه المنسق العام للغثى في اليمن وكان معي الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالواحد العوبلي شكرا على المتابعة والشكر ولزميلي معد هذه الحلقة الزميل عبدالرقيب الأبارة إلى اللقاء شكرا على المتابعة